بسم الله الرحمن الرحيم شكرا سيد الرئيس شكرا سيد الوزير على الجاوب ديالك أولا نحيي فيكم الدينامية اللي عرفها القطاع ومن جهة أخرى نشكر القائمين على القطاع السيكاكي على المجهودات المذولة والتجاوب الإيجابي طبعا مع بعض متطلبات الساكينة سيد الوزير المحترم فطرحنا هذا السؤال في حيقة الخطورة اللي تحطوها هذة الممرات أولا أنتم مذكرتوا العديد من المناطق اللي تهمها كل المناطق التي يعني تخترقها السيكاك الحديدية يزداد الأمر استفحالا إلى تجتمع السيكاك مع الطريق الصيار وهذا واقع في عدة أماكن وعلى رأسها بوابة الرباط تلقى في الصخيرات الهرهورة في عين عتيك يعني في تمارا في واحد العدد المناطق أخرى اللي هي قريبة من الشواطئ اللي في الحقيقة تتحطي إشكالية إشكالية للجميع لجميع الشرائع أولا تلقوا عموم المواطنين اللي عندهم إشكاليات في قضاء الولوج لأماكن ومقضاء الحوائج ديالهم الفلاحين في تسويق المنتوج والتسوق وغيره تلامد لي هذه الفئة في الحقيقة هشة اللي إما أنهم يبطلوا من المدارس ديالهم إما أنهم إلا كانت إمكانيات يقطعوا كيلومترات عديدة باش يرجعوا للمدرسة التي يعلم مرمى حجار من السكنة ديالهم وإلا يخاطروا ويغامروا بالأرواح ديالهم ويقطعوا فلذلك سيد الوزير المحترم إحنا نتفهموا الإكرهات والإشكالات اللي عندكم واللي عند الجماعات لكن تنطلبوا منكم مجهودات إضافة إما لأرف ديال المياه بمضخات ولكن يكون هذا شيء دائم ولا تقنيات صرف ديال المياه الشتوية أو طبيعي إيجاد قناطير أو إيجاد قناطير وما مرت للرجلين هذه من جهة والأهم من ذلك سيد الوزير المحترم هو أن نتنطلبكم مراعاة هذا الأمر ونبهوكم لهذا الأمر في المشاريع المستقبلية لتمديد السكاك وليتمديد كذلك طرق سيار باش نتفادوا هذه الإشكالية اللي احنا فيها وشكرا